استقبلت وزيرة الدولة للهجرة والشؤون المصريين بالخارج سوها جندي المديرة تنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب وعددا من المشاركات بالدفعة الأولى لبرنامج تدريب المصريات بالخارج الذي تقدمه الاكاديمية لنحو 75 مصرية من 17 دولة مختلفة حول العالم للفئة العمرية من سن 25 إلى 50 عاما بالتعاون مع وزارة الهجرة وذلك في إطار التواصل والمتابعة مع المصريات المشاركات بالمرنامج وأكدت وزيرة الهجرة أن برنامج تدريب المصريات بالخارج تضمن عددا من المحاور الهمة مثل محاور المهارات الشخصية والقيادية الإعلام والعلاقات العامة التاريخ والهوية والثقافة المصرية وكذلك محور التوعية العامة والأمن القومي وغيرها من المحاور التي تسهم في تشكيل وعي وطني قوي وتزيد من ارتباط مواطنتنا بالخارج بوطنهن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر